اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من اليوم الثامن يوم افتراضي نستعرض فيه اهم احداث الاسبوع الى العنوين ولي العهد يوقع اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية 2030 مع سوفت بانك المملكة تنتقل من تصدير النفط الى الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030 التحالف يؤكد ضلوع ايران في دعم الميليشيات الحوثية بصواريخ باليستية ومجلس الامن يدين الهجوم ويبدي قلقه الشديد من انتهاك حضر السلاح على الجماعات الحوثية والبيت الابيض يؤكد ان الحرس الثوري يعرقل العملية السياسية الجيش الروسي يعلن عن اتفاق مع الفصائل المسلحة وجيش الاسلام ينفي اي اتفاق للخروج من الغوطة الشرقية والنظام الاسادي يؤكد خروج ثلاثين الف لاجئ من جنوب الغوطة الشرقية مشروع الطاقة الشمسية 2030 العالمي والذي وقع اتفاقيته ولي العهد مع السوفت بانك ليكون ضمن رؤية 2030 الرامية الى تنويع الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية رؤية المملكة لينقلها من دولة متقدمة في تصدير النفط الى دولة لتصدير الطاقة المستدامة نظر ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خلال طاقات الشمس والرياح وحبات الرمال مستقبل مبهر ينتظر السعوديين خلال الاعوام المقبلة فالمملكة التي تحتل منذ اعوام طويلة المرتبة الاولى عالميا على صعيد الطاقة البترولية تسعى اليوم للاستحواذ على الطاقة الشمسية التي تمثل محورا مستقبليا مهما قادرا على توفير الاستثمارات والاموال هذا المستقبل المشرق تمثل بتوقيع ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع ماسايوشي سون رئيس مجلس الادارة لصندوق رؤية صوفت بنك مذكرة تفاهم لانشاء خطط طاقة الشمسية عشرين ثلاثين التي تعد الاكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية على الارجح نحن نظن هذه خطوة رائعة بالنسبة لاستثمار المملكة في مجال الطاقة الشمسية اسعار النفط تعيش حالة من التقلبات ومنافسة كبيرة فيما ينمو تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة في كافة انحاء لعالم متفوق على جميع مصادر الطاقة الاخرى هو خيار حكيم اتخذته القيادة السعودية وسيكون له انعكاسات ايجابية عالية على المملكة من الناحية الاقتصادية والسياسية تشكل هذه الاتفاقية اطارا جديدا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة وسيتم بمجيبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاوات و4.2 جيجاوات بحلول عام 2019 قد بدأ بالفعل بالاضافة الى العمل على تصنيع وتطوير الالواح الشمسية لتوليد الطاقة بقدرة ما بين 150 جيجاوات و200 جيجاوات بحلول عام 2030 يعطي المشروع ميزة نوعية للمملكة نظرا لتوافر الطاقة الشمسية والطلب المحلي العالي لها نهيك عن عوامل اخرى عدة ستساعد المملكة على سيطرة على انتاج الطاقة الشمسية في العالم هل المملكة العربية السعودية مناسبة لانتاج الطاقة الشمسية؟ بالطبع فهي تعد من افضل الدول عندما نتحدث عن امكانياتها الى للطاقة الشمسية المملكة هي المكان المخصص للطاقة الشمسية بكل وضوح فلديها الصحراء وتتمتع باشعة الشمس والرياح على مدار العام لذا هناك فرصة كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية كما ان المملكة لديها القدرة على قيادة العالم في هذا المجال والمساهمة الافضل في تغير المناخ العالمي واستقراره مذكرة التفاهم مع صوفت بنك تأتي مكملة لما تم توقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الاستثمار في اكتوبر الماضي كما يعد هذا المشروع الاطخم في العالم اذ تعتبر مساحة الالواح الشمسية للمشروع اكبر من مساحة توكيو ومن ضخامة الالواح فيها التي يمكن مشاهدتها من الفضاء الخارجية حسين ابراهيم لبنامج اليوم الثامن الاخبارية نيويورك نرحب بضيفنا هنا في الستوديو الدكتور عبدالله باعشن المحلل الاقتصادي كما نرحب بضيفنا طوال الحلقة من القاهرة العزب طيب الطاهر الكاتب الصحفي بالاهرام المتخصص في الشؤون العربية ومن واشنطن سيكون معنا الحديث عن هذا المحور كاظم اهل مبارك الوائل مستشار سابق سياسي في البنتاجون اهلا بكم جميعا ابدأ دكتور عبدالله من هذا المشروع الجبار دائما ما يقال ما بني على تخطيط سينجح لمحالة في النهاية ونحن الآن امام دراسة جديدة من دراسات وهي دراسات الشمس نتج عنها هذا المشروع الضخم في المملكة العربية السعودية ماذا يعني ذلك عندما تتحول المملكة العربية السعودية الى دولة تنتج طاقة مستدامة بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك خليل ومرحبا بالاخر المشاركين والسادة المستبعين المشاهدين والسيدات الواقع كما تكرمت احنا في اليوم الثامن يوم افتراضي الاقتصاد صحيح يبدأ بالافتراض ولكنه يبنى على دراسات وعلى اسس وليس افتراضات لان تتحقق هذه الى واقع وإلى نتائج ملبوسة الواقع لو احنا نظلنا الى بداية هذا المشروع سنجد انه في مايو 2016 عندما بدأت رؤية المملكة العربية السعودية وبرنامج التحول الوطني كان من ضمن هذه هي عملية وجود منظومة لمصادر الطاقة سواء كانت النفط الكهرباء التأديل الجميع مصادر الثروة الطبيعية دعني اقول وليست الكهرباء من هذا المنطلق في الواقع تم اعادة هيكلة اغلب الجهات الحكومية واصبح هناك جهة عكوبية واحدة والتي كانت تسمى وزارة البترون فاصبحت وزارة البترون للثروة المعدنية والصلاعة فاذن اصبح هناك اول حاجة وضعت الاسس لهذه الانطلاقة الشيء الآخر انك انت انطلقت الحقيقة من مبادئ محددة في الرؤية وهو عملية تنويع مصادر الدخل مصادر الدخل يجب ان تتنوع من ضمن مصادر الطاقة فانت دولة كما تكرمت احدى الاخوات الحقيقة في البرنامج ان المملكة العربية السعودية 360 يوم وهي تحت طاقة شمس على درجة عالية من الحرارة فاذن اصبحت المورد موجود لديك وهذا المورد اصبح مورد الحقيقة نابض لا تستفيد منه او بلغة الاقتصاد ليس له قيمة مضافة ثم انه كذلك اصبح يؤثر على الطاقة الرئيسية التي لديك او الثروة الرئيسية التي لديك وهي النفط وبالتالي انت تصرب بين 50 الى 40 مليار سنويا تستخذها من النفط وتولد بها الطاقة بينما الله حباك ثروات اخرى تستطيع ان تسمى بالتكلفة البديلة او الاحلال للتكلفة هذه العوامل جميعها الحقيقة نتجة عنها الحقيقة المشروع العملاق وهذا المشروع العملاق الحقيقة اللي نظرنا اليه لم ينظر الى كما بدأت الدول الاخرى وهو انتاج بين جيجا وخمسة جيجا حتى يكون الاستهلاك المحلي لانه عالميا احنا نتكلم عن جيجا واحدة حوالي 700 الف منزل تغطيها من الاستهلاك الكهرباء ولكن قد يكون المملكة العربية هي المركز الاقليمي لنقل هذه الطاقة الى المنطقة وربما الى القرى الافريقي وربما الى سنجد انه الان احنا انتقلنا من مرحلة النفط الى مرحلة استخدام الموارد الطبيعية الاخرى سواء كانت الطاقة الشمسية او الهواء وهذا في الواقع يعيد التاريخ انه في 1930 كان عصر النفط في عصر المؤسس رحمة الله عليه وفي عام 2018 كان هو عصر الانتقال للطاقة في عصر ولي العهد وعصر الحفيد وعصر خادم الحرمين الشريفين نعم ننتقل يا ضيفنا من القاهرة الاستاذ العزب الطيب طبعا صحراء السعودية وشمسها تم استثمارهما لتنتج لنا قرابة 200 جيجاوات بحلول عام 2003 ما دلالات هذه الارقام اتفق تماما مع زميلي المتحدث لديك في سوديو بان المملكة العربية السعودية في اطار توجهها الحقيقي والمدروس نحو تنويع مصادر الدخل القومي وبنيتها الاقتصادية يشكل هذا المشروع واحدا من اهم تجليات هذا التصورة وهذه الرؤية المطروحة الان بقوة ضمن رؤية 20-30 وعندما تتابع رؤية الخبراء لهذا المشروع ترصد ان هناك اقتناعا حقيقيا بالجدوى الاقتصادية اولا ثم الجدوى المستقبلية لهذا المشروع اتكاءا على جملة من المعطيات اولها تلك المساحات الشاسعة من الصحراء ومن الاراضي السعودية التي تتعرض لشمس واشعة الشمس بشكل يومي تقريبا على مدى العام او على مدى العام ربما تحدث بعض الاحيان في الشتاء لكن بشكل عام الاراضي السعودية تتعرض لشعة الشمس وبكسافة غير عادية وغير موجودة في اي دولة في العالم الا في السعودية وربما بعض دول مناطقة الخليج هذا الجانب من الاهمية بما كان البعد الثاني ان المملكة العربية السعودية لديها المقاومات الحقيقية الان في وضع الاقتصادي وفي البلاد الاقتصادية تمتلك مقاومات فيما يتعلق بانتاج سيليكون وهو مادة مهمة ستكون ستصنع منها الالواح المستخدمة في هذا المشروع ايضا وسائل انتاج النحاس وغير من المواد الداخلة في هذا المشروع وهناك شركات عالية في السعودية رفيعة المستوى وتتمتع بجودة عالية لانتاج هذه المواد الداخلة في هذا المشروع الاهم من ذلك ان المملكة العربية السعودية لديها خبراتها المتراكمة في هذا المجال واقصد بها الخبرات البشرية معظم الجماعات وبعض الجماعات السعودية المهمة تدرز هذا التخصص وهناك خبراء متخصصون في هذا وفضل التعاون مع الدول المتقدمة الاهم ايضا ان المملكة العربية السعودية تسعى الى ان يكون هذا المشروع منطلقا لزيادة دخلها من النفط فعندما يبدأ هذا المشروع بانتاج كما قلنا ما بين 150 الى 200 جيجا حتى 2030 ذلك انه سيوفر كميات كبيرة من البترول كتستخدم في انتاج الكهرباء تتراوح وفق تقديرات الخبراء بين 300 الف برميل وحوالي 200 الف برميل يوميا في انتاج الكهرباء وبالتالي هذه الكميات يمكن تصديرها للخارج وتزيد الدخل السعودي ما بين الى 20 مليار دولار سنويا وبالتالي هذا المشروع في جملته يشكل في تقدير نقلة نوعية في الاقتصاد الوطن السعودي ولن يخدم الاقتصاد الوطن فقط ولكن سوف يخدم دول الجوار بل ومناطق عالمية خاصة ان هذا المشروع من الوفق ما هو مدروس ومتوقع انه سوف ينتج سلس الطاقة العالمية من الطاقة الشمسية وهي طاقة باتت مطلوبة لانها نظيفة وتتسق مع التوجه العالمي لانتاج الطاقات النظيفة في ظل ما جرى خلال السنوات الأقيرة من تحولات في المناخ نتيجة الاعتماد على طاقات غير نظيفة وبدائل غير نظيفة الآن السعودية والمملكة العربية السعودية تتجه الى هذا المشروع بثقة وبالاستعانة بالدراسات وليس مجرد عملية داعية ولكن عبر الدراسات مؤكدة الاستعانة بالخبرات الدولية كما رأينا في لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوقيع المسجد التفاوم مع هذه الجهة الدولية وبالتالي نحن أمام تحول أنا في تقديره أقرأه من منظور لست متخصص الاقتصاد ولكن من منظور الإعلامي والصحب يستمع أحوال العالم العربي أن هذا التحول بالغ الأهمية في مصار الاقتصاد السعودي وفي مصار بل الاقتصاد العربي لأن هذا عندما تحقق السعودية هذا التحول سوف تستفيد منه الدول العربية بالضرورة وفي مقدمة الدول العربية سوف تستفيد منه مصر رغم أن مصر بدأت بالفعل توجها جدا في هذا الاتجاه وأشياء الماضية تم افتتاع أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة أسوال وبكميات معقولة تتناسب مع احتياجات المنطقة وهناك توجه أيضا في مصر لاستخدام الطاقات المتجدبة الطاقة الشمسية طاقة الرياح وغير ما الطاقات النزيفة حتى توفر بدائل أمام الاقتصاد المصري إذن نحن أمام حراك تقود السعودية في هذا الاتجاه سيصب إيجابا في الاقتصاد الوطن السعودي ثم في الاقتصاد القومي العربي ضيفنا من واشنطن الأستاذ كاظم طبعا إطلاق مشروع الطاقة الشمسية يعتبر هو أكبر مشروع للطاقة المستدامة في العالم ماذا يعني ذلك خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أنه حاليا تنتج اليونان وأستراليا وتعتبر أكبر دولتين في تصدير الطاقة ب2 جيجا وات سنويا شكرا أستاذ العزيز والتحية لك والضيفيك والشعب السعودي هذا المشروع هو ليس فقط أكبر مشروع في العالم ولكنه أيضا الأغلى في العالم والأكثر دراسة في العالم المملكة العربية السعودية معروفة بمناخها ومعروفة بصحرائها الشاسعة وبصيفها الطويل فكان هناك أموال وهناك إرادة فلطالما المال والأرادة موجودة تصنع كل شيء وتصل إلى مرحلة صنع المستحيل فهذا المشروع أعتقد هو أثار إعجاب الدول الأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية الآن في تكساس وفي أرزونا وفي كاليفورنيا يريدون أن يحذو حذو المملكة العربية السعودية واليوم قرأت تصريح إلى ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي يقول عندما كنت حاكما لولاية تكساس وهي تكساس تقريبا شبيهة في مناخها من المملكة العربية السعودية يقول كان لدينا أموال ولم تكن لدينا إرادة والآن في السعودية هناك أموال وهناك إرادة فالمسألة هي مسألة الإرادة وهناك قيادة شابة تريد لا تريد أن تتواكب مع العصر بل هي تريد أن تتسابق مع العصر وأعتقد هذا المشروع بمثابة مسابقة مع العصر يعني إحنا قريبين على سنة 2030 وإذا بني هذا المشروع وافتتح في تلك السنة سيكون بعد خمس سنوات من إنشاء هذا المشروع ستدفع أموالها وكلها لأن هذا المشروع سيوفر للمملكة العربية السعودية 40 مليار دولار بالسنة يعني على مدى خمس سنوات هذه الميتين مليار دولار ستعود إلى الخزينة السعودية وسيتحول هذا المشروع إلى مشروع ربحي استثماري ربما تنتقل عدوى هذه المشاريع الجميلة وهي المشاريع المفيدة للشعوب تنتقل هذه العدوى إلى المنطقة العربية ولا سيما العراق والكويت والأمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الدول المجاورة وكذلك ضيفك الكريم من جمهورية مصر العربية ذكر أنه افتتاح أكبر المشاريع للطاقة الشمسية في مصر في أسوان وأنا كنت آخر زيارتي في الصحراء في صحراء سيناء ولا سيما منطقة العين السخنة وهناك مشاريع للطاقة الشمسية فأعتقد هذا المشروع سيكون باب لكثير من المشاريع في المنطقة العربية وبالذات منطقة الخليج أنا كمراقب قضيت عمري في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الأمريكان ينظرون إلى المملكة العربية السعودية وإلى الخليج كبرميل نفط وإلى مصفى نفط ولكن الآن هذه المشاريع التي وقعها ولي العهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان مع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المشاريع ستحول المملكة العربية السعودية من نظرة أنها برميل نفط ومصفى نفط إلى دولة منشئة ودولة مصدرة إلى الطاقة الطبيعية وليست فقط البترولية يعني حتى هي طبعا مشجعة إلى المشاريع أيضا مشاريع التكنولوجية الأرض السعودية أرض شاسعة وكبيرة الشعب السعودي يعني ما شاء الله الشعب السعودي تقريبا ستين بالمئة هم أقل من الأربعين والأقل من الأربعين يعني معناها الشاب هذا شباب لهم تطلعات ويريدون أن يكاوواكوا بالعصر ويتسابقوا مع العصر في عنصر التكنولوجيا ربما هذا المشروع سيأتي يعني بنظرية التشجيع الشعب السعودي للنظر إلى التكنولوجيا وإنشاء مشاريع تكنولوجية بجانب هذا المشروع مشروع الطاقة الذي هو طبعا سيدر بالربح الربح المعنوي والمادي إلى الشعب السعودي وكذلك إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأيضا الدول الخليج العربي يعني أعتقد الدول الخليج العربي ستقوم بكابي يعني باستنساخ هذا المشروع على حسب مساحة الدول العربية الصغراء نعرف أن المملكة العربية السعودية مساحتها شاسعة وكبيرة فأعتقد له يعني لهذا المشروع أنا أنظر وأنا قرأت كثير عنه لأنني أنا مو اختصاصي اقتصاد أنا اختصاص حليم سياسية وعسكرية ولكن قرأت الكثير عنه يعني مثير للإعجاب ويعني حتى الكثير من السنترز يعني عضاء مجلس الشيوخ وأعضاء كونجرس الأمريكي تحدثون عن هذا المشروع ويتمنون أن تنقل هذه الفكرة وهكذا مشاريع إلى ولاياتهم الشمسية مثل ما يسموها مثل يعني فلوريدا وكاليفونيا وتكسس وإيريزونيا فأعتقد هذا المشروع نعيد مرة ثانية نقول أنه سيكون مصدر عدوى عدوى جميلة إلى دول المنطقة وربما حتى الدول الشمسية مثل استراليا والولايات المتحدة أستاذ كاظم بالإضافة إلى كل ما ذكرت نستطيع أن نقول أن طفرة الشمس تحول السعودية إلى مركز عالمي لأطاقة المتجددة والمستدامة وأنت تعلم ربما السياسة متى ما كان هناك ربما اندماج ما بين السياسة والاقتصاد سيخلق ربما مستقبل ناجح في المستقبل كيف سينعكس برأيك هذا المشروع على المكان السياسي بالذات للسعودية مستقبلا؟ باقتصال هذا سمعت نعم صورة المملكة العربية السعودية مستقبلا وحتى هذه الأيام يعني نقول نحن السعودية ينظر إليها المتطلع من الخارج إلى أنها دولة مصدرة وصانعة على النفط يعني شيء من الأرض يخرجوه ويصفوه ويبيعوه ببراميل هذه النظرة ستتغير من هذه المشاريع وهو يعني أعتقد الأمير محمد لما زار هارفورد وباقي الولايات الأمريكية ليس فقط مشروع الطاقة هناك مشاريع كثيرة بالاستغلال الثورة التكنولوجية في العالم ويريد أن يأتي بها إلى المملكة العربية السعودية فإذن المملكة العربية السعودية الآن ستكون في مطاف الدول الدول التي يعني وصلت إلى مرحلة الذروة في الثروة التكنولوجية عفواً الثورة التكنولوجية وكذلك الثروة التكنولوجية وكذلك عناصر الطاقة مثل ما قلنا أن السعودية لديها عناصر مفيدة والشمس والصيف الطويل والأرض الشاسعة صورة المملكة العربية السعودية بزيارة الأمير محمد تغيرت كثيراً ليس فقط في الولايات المتحدة وحتى في البلاد العربية وحتى في البلدان المجاورة نرى الكثير من يريدون أن ينظروا إلى هكذا قيادة شاب ويريدون أن يعملون كابي واستنساخ في بلدانهم كقيادة شاب تتطلع إلى المستقبل لأن إحنا كعرب أساس أن أصلي عربي دائماً لدينا ثقافة الإنشاء الله يعني لا نتطلع إلى عشر سنوات ولكن هذه المبادرات لعشر سنوات مقبلة أو 12 سنة مقبلة إذن هناك قيادة شابة تريد أن توصل المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة بكل شيء نعم دكتور عبد الله طبعاً بالإضافة لكل ما ذكره الأستاذ العزب وكذلك الأستاذ كاظم تم الحديث طبعاً متى ما توافر واندمج العنصر الاقتصادي مع العنصر الإداري ولا الكودر البشرية سيؤدي في النهاية طبعاً إلى نجاح أي تخطيط ما في شك ربما تجلى ذلك في هذا المشروع الضخم برأيك كيف سيخدم هذا المشروع برنامج التحول الذي دائماً ما يبني عليه الحديث السمو ولي العهد بشكل مختصر أخي خليل كما تكرر الأخوة الحقيقة أو فو لكن دعنا كما نأخذه كما تكرمت من هذا المنظور وهو منظور توافر التحول الوطني سواء من ناحية الفكر الاستراتيجي أو من ناحية البنية التحتية أو من ناحية التوجهات والريادة لأنه عندما تتماثل هذه الأمثلة ويمكن أفضل مثال يعطينا لهذا الترجمة لهذا الواقع هي عملية المنحنى الاستثماري للمملكة العربية السعودية سنجد أن المنحنى الاستثماري للمملكة العربية السعودية بدل أن كان يتوجه إلى السندات العكومية وما شابه من ذلك ذات العوائد القليلة أصبح الآن يتوجه إلى مشاركات ومشاريع هذه المشاريع لو نظرنا إلى هذا مشروع الطاقة سنجد أولا أنك أنت تستخدم موارد طبيعية موجودة لديك كانت معطلة فإذا من الناحية الاستثمارية والناحية الإدارية والناحية الاقتصادية والتحول فإنت تحولت من توجه إلى توجه آخر أو توجه موازي دعني أقول لأنك لن تخرج على النفط لفترات طويلة إلى الآن هذا واحد الشيء الآخر أنك أوجدت مجال أن الجهة التي تستاهم معك في هذا المشروع هي جهة أنت مشارك فيها بنسبة لقلعة 50% فإنت استفدت منها بالعقل الاقتصادي أو الفكرة الاقتصادي بين الاستثمار وبين استغلال الموارد فإنت أصبحت لديك العوائد من كل التوجهات ثم إذا رجعت إلى التحول المحتوى الوطني ستجد أنك ستطر أن تبني بنية تحتية لهذه الصناعة ستكون هناك صناعة لاحقة لها سيكون هناك تشغيل لأيد عامل أكثر ثم نقل المعرفة في هذه الصناعة والتي لا زالت حديثة وبالتالي قد تستطيع أن توطن هذه الصناعة سواء في مراكز العباحات لدينا زي مركز الملك عبد العزيز زي الجامعات السعودية وبالتالي تستطيع أن توطن لأنه أنت لديك الجوء المهيئ لهذا الاستثمار ولهذه المكورات ولهذا نقل المعرفة كل نقاط القوة متوافرة إذن شكرا لك دكتور عبدالله بعشن المحل الاقتصادي أعطيك العافية أيضا شكرا لضيفنا من واشنطن الأستاذ كاظم المباركة الوائل المستشار سابق في البنتاجون ضيفنا من القاهرة الأستاذ العزب الطاهر ستواصل معنا مناقشة باقي الملفات في هذه الحلقة مشاهدين قدمت تحالف العربي بقيادة المملكة أدلة دامغة على تورط دولة إيران في تصنيع ودعم الميليشيات الحوثية بصواريخ باليستية للهجوم على الأراضي السعودية هذا وقد ذكر البيت الأبيض أن الهجمات الصاروخية على المملكة تؤكد استمرار الحرس الثوري الإيراني في عرقلة العملية السياسية باليمن في حين أدان مجلس الأمن الهجمات الصاروخية وطالب المجلس بتشديد الحصار على تهريب الأسلحة الآلاف من السكان كانت تخطط ميليشي الحوثي لاستهدافهم بالصواريخ الباليستية لو لا صدها لا غربة من هذا فهو نهج إيران بدعم ميليشي الحوثي في مشروع الدمار والخراب لليمن دعم عسكري يتمثل بتهريب أسلحة أو استقدام خبراء لتطوير الصواريخ وإطلاقها كما يعد الدعم الإيراني بالألغام واحد من المخاطر التي خلفت الآلاف من المبتورين وتهدد حياة الملايين على طول السنين القادمة بعد زرع مئات الآلاف منها الصواريخ الباليستية التي ترسل ورسلت الأسبوع الماضي هي كما تحدث كثير من المحللون الاستراتيك العسكري صواريخ إيرانية ولا يحتاج توضيع فالدعم الإيراني دعم لا محدود والهدف هدف علن وهو تغير كما ذكرنا الهوية العربية والإسلامية لا بد أن يكون هناك موقف موقف حازم موقف استراتيكي لبيومي على الدول العربية الدعم الفكري والعقائدي والطائفي مشروع عمدت له إيران لتغيير الهوية العربية لليمن ولزعزعات الأمن والاستقرار لو لمساندة الأشقاء العرب في التصدي لهذه المخططات حيث قدمت الكثير وبدعمهم استطاع اليمنيون تحرير أكثر من 80% من أراضي البلاد تصدير الثورة منهج خطير تقوم به إيران لطمس الهوية العربية واستبدال المشروع الإيراني بأذرع إيرانية موجودة في الدول العربية في المقابل لم تقدم إيران لليمن أي دعم إيجابي اقتصادي أو مالي أو طبي سواء خلال ثلاث سنوات من الحرب أو قبلها وهكذا تتضح الصورة أمام الجميع وتتزايد نقمة السكان ضد ميليشيا الحوت الإيرانية بلا الصبر لبرنامج اليوم الثامن تعز للحديث طبعا عن هذا المحور نرحب من جديد بضيفنا من القاهرة الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية وينضم إلينا لمناقشة هذا الملف من عدن المحلل السياسي الأستاذ فؤاد مسعد أستاذ العزب طبعا إيران يعني ضربت بكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط وهي مستمرة في هذا العمل الإجرامي وإرسال هذه الصواريخ على المملكة العربية السعودية ماذا ينتظر برأيك مجلس الأمن عندما كل هذه الأدلة مقدمة قدمها التحالف وأمام الكل وأمام العالم أستاذ العزب تسمعني ننتقل إلى ضيفنا من عدن الأستاذ فؤاد نفس السؤال إيران ضربت بكل المواثيق والقوانين الدولية عرض الحائط واستمرت في دعم الجماعة الإرهابية الحوثيين بهذه الصواريخ ومن ثم إرسالها واستهدافها للآمنين في المملكة العربية السعودية انتحدثنا عن المجتمع الدولي وكذلك عن مجلس الأمن ما الذي ينتظره بعد تقديم كل هذه الأدلة مرحبا بك عزيزي وبضيفك الكريم من القاهرة وبالسادة المتابعين والمشاهدين حقيقة أن مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بشكل عام لا ينبغي أن ينتظر طويلا المزيد من الأدلة لأنه إن انتظر أدلة على دعم إيران للحوثيين فكأنه ينتظر دليلا على كروية الشمس على كروية الأرض فهذه الحقيقة صارت لا يمكن الحديث عن الحوثي إلا وحضر معه الدعم الإيراني ولا يمكن الحديث عن إيران إلا وحضر معه دعمها لميليشيات الإجرام الحوثية في يونيو 2013 تقدمت الحكومة اليمنية ببلاغ رسمي إلى مجلس الأمن الدولي عن سفينة أسلحة قدمتها إيران للميليشيات الحوثية وتم القبض عليها في المياه الإقليمية اليمنية وشكل مجلس الأمن يومها فريقا ونزل إلى مينا عدن وعايا هذه الأسلحة المتنوعة وكان تعدادها أكثر من أربعين طن من الأسلحة المتنوعة قدر الخبراء أن هذه السفينة وحدها قادرة على تدمير اليمن أكثر من مرة وكان تقرير مجلس الأمن عبر فريقه المتخصص أكبر دليل واضح على دعم هذه الميليشيات من قبل إيران ولسنوات طويلة فبالتالي لم يعد مجلس الأمن بحاجة لمزيد من الأدلة إذا كان هو أول من وقف على هذه الجرائم المستمرة سواء بدعم الأذرع التي تهدد أمن الدول العربية أو بتقديم السلاح وتقديم الخبراء وتقديم مزيد من القتلة لتصفية المجتمعات العربية من ولائها ومن انتمائها العربي واستبدالهم بميليشيات خارجة عن القانون خارجة عن الإجماع الوطني في دولها لم يعد أمام مجلس الأمن إلا أن يقوم بدوره خاصة أن هناك كثير من القرارات وكثير من البيانات التي تتحدث عن هذه الجرائم وعن هذا الدعم وبالتالي فهو بحاجة فقط إلى تفعيل وتطبيق قراراته بهذا الشأن سواء القرارات المتعلقة بالعقوبات على إيران أو القرارات المتعلقة بالأزمة وبالحرب اليمنية نعم ضيفنا من القاهر أستاذ العزب بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ فؤاد عن دور مجلس الأمن طبعا هو وجه رسالة قوية لطهران بشأن الصواريخ الباليستية وأنباء عن عقوبات أوروبية على طهران هل نتوقع أن يكون هناك تجاوب من قبل نظام الملالي خاصة أنها مستمرة في دعم الجماعات الحوثية الإرهابية لا أعتقد أن طهران ستتجاوب مع هذه المطالب الدولية المتمثلة في مجلس الأمن أو حتى في الاتحاد الأوروبي عندما يجتمع وزراء خارجاته يوم 16 أبريل المقبل لبحث فرض عقوبات جديدة عليها طهران تعتمد على منهجية استخدام القوة المفرطة وتقديم الدعم اللوجستي الكامل لميليشيا الإنقلابيين الحوثيين في اليمن دون اعتبار لأي معطيات سواء قانونية أو سياسية ودون اعتبار لمقتضيات العلاقات الجوار مع دول مجلس تعاون ومع الدول العربية فقط هي تحاول أن تكرس مشروعها للتمدد الإقليمي في المنطقة والذي للأسف مكنها من ذلك ومنحها دفعة قوية هو اتفاق خمسة زائد واحد الذي وقع بين طهران وبين مجموعة الدول الكبرى الست في يولو 2015 ومن ثم أنا مع الدعوات التي تطالب بقاعدة نظر في هذا الاتفاق على نحو يحد بالفعل من قدرات إيران للتمدد لأن هذا التمدد هو الذي يجعلها تقدم هذا الدعم الواضح وبالصواريخ باليستية مصنعة في طهران يتم تهريبها عبر أكثر من سبيل سواء عبر أفريقيا من بلاد بونتا الصومالية وصولا إلى ميناء الحديدة أو عبر حتى الضاحية الجنوبية في لبنان من سوريا ثم وصولا أيضا للبحر وصولا إلى ميناء الحديدة وكل ذلك يعكس أن إيران لم تتجاوب مطلقا مع كل الدعوات التي سواء مع قرارات مجلس أم ومن ضمنها القرارات التي تطالب بفرض الحذر على التسليع في اليمن ولكن إيران تخترق هذه القرارات لم تتجاوب إيران وحلفائها مع القرار 22-16 والذي يتضمن الكثير من المبادئ للحل ولتوفير أهلية سياسية لإنهاء هذه الأزمة وبالذات فيما يتعلق وأنا هنا أود أن أشير إلى أن القرار 22-16 نص على المادة على البند السابع من مساق الأمم المتحدة والذي يبيح لمجلس الأمن استخدام القوة لفرض تطبيق هذا القرار هذا القرار ولكن منذ صدر هذا القرار منذ أكثر من عامين لم يحدث أي حراق ما عدا البيانات السياسية التي نراها بين وقتاً آخر من مجلس أين رامق تقدير لها وحتى وخاصة بيانها الأخيرة الذي كان قوياً بالفعل في مفرداته وتعبيراته ولكنه يفتقر إلى الأهلية التطبيقية لإجبار إيران وإجبار الحسيين على التجاوب مع طرحات الحل السياسي على منع تصدير الإسلحة للحسيين وخاصة الصوريخ البلسية التي تشكل الآن خطراً ليس على الأمن الوطن السعودي ولكن على الأمن القوم العربي وخاصة أن تهريب هذه الصوريخ يتم عبر باب المندب وأنا هنا أوجه نداء للتحالف العربي أن يكثف من عمليات استخباراتية ويقوم بتوجيه ضربات استباقية لمكام تصدير أو تهريب هذه الصوريخ إلى اليمن وأظن أن بالاتفاق مع أمريكا وبعض دول غرب هناك تعاون استخباراتي يمكن أن يقدم المعلومات في هذا الشهد إذن نحن أمام حالة غير مسبوقة من العدوانية الإيرانية تجاه المنطقة ليست في اليمن فقط ولكن كما نرى في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي غيرها من المناطق العربية وأيضاً في البحرين فضلاً عن السعودية كل ذلك بات يشكل ملمحاً مهماً من ملامح عدوانية إيران تجاه المنطقة العربية وهذه العدوانية بات مطلوباً وقفها وأنا أظن أن القمة العربية لست تعقد في الرياض متصف أبريل القادم مطالبة بأن تضع هذا الأمر في حسبانها بحيث تفضي هذه القمة عن تصورات عملية لوقف تمدد إيران ووقف تهديداتها للأمن الإقليمي في الخليج والأمن القومي العربي أستاذ فؤاد طبعاً إيران هي مستمرة في هذا التعنت وفي هذا الاستهداف قرابة أكثر من مئة صاروخ تم رسالة على السعودية كان آخر الصباح هذا اليوم في نجران بعد تصريح البيت الأبيض والذي يؤكد دعم إيران للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن هل نتوقع ربما ردة فعل إيرانية مغايرة عن السابق باختصار لا أظن ولا أتوقع أن تتجاوب إيران بمرجعياتها المتعنثة والمتطرفة تجاه أي دعوة أو أي موقف دولي نحن نعرف أن حتى رئيس الجمهورية الإيرانية هو مجرد موظف صغير لدى المرجعيات الشيعية التي تتحكم وهي التي تقرر وهذه المرجعيات هي التي تدعم وتمد أذرعها المنتشرة في الدول العربية وما الحكومة إلا شكل خارجي وإطار لا يقدم ولا يمكن أن يتخذ قرار حتى ولو ظل العالم كله يتعاطى مع هذه الحكومة فهم مجرد موظفين لدى المرجعيات هذه المرجعيات لا يمكن أن تتعايش مع العالم ولا يمكن أن تلتزم بأي حلول واتفاقيات سواء هذه المرجعيات أو الأذرع نحن تجربتنا تجربة مؤسفة وسيئة مع الحوثيين لم يتزموا بأي اتفاق وكل الاتفاقات التي أبرمت معهم خرقوها بتوجيهات من إيران وهذا أمر واضح وأمر مشهود منذ ظهرت هذه الجماعة إذن أستاذ فؤاد مسعد المحلل السياسي كنت معنا من عدن شكرا لك أستاذ فؤاد أما ضيفنا من القاهرة ستواصل معنا الحديث عن الملف التالي في هذه الحلقة مشاهدي أعلن الجيش الروسي التوصل لاتفاق مع الفصائل المسلحة المعارضة في دوما لخروجها من هذه المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية التي يستهدفها هجوم واسع النطاق التشنه قوات النظام السوري وذكر مسؤول في وزارة الدفاع أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة لخروج مقاتلين وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما في مستقبل قريب بدون أن يوضح المجموعات المعنية بهذا الاتفاق مضت على العملية العسكرية التي تشنها ميليشيات الأسد وطائراته وحلفاؤها على الغوطة الشرقية بريف دمشق حملة أفضت وبحسب إحصاءات الأمم لسقوط 1600 شخص جلهم من الأطفال والنساء وأدت لتهجير سكان جل المدن آخرهم دفعة سادسة ضمت سبعة آلاف مدنيا من القطاع الأوسط تجاه إدلب بالشمال وفيما تشير التوقعات أن العدد سيصل لقرابة 30 ألف مهجر أظهرت تقارير جديدة رفض أهالي دوما أكبر مدن الغوطة لسيناريو التهجير وهم الذين تعرضت مدينتهم لقصف مدفعي أسدي رغم هدوء بقصف الطائرات تهجير الذي طال منطقة الغوطة الشرقية وخاصة الجهة الجنوبية وحرستها اليوم الدفعة السادسة تتحضر للإجلاء باتجاه إدلب أما المناطق المتبقية تحت سيطرة جيش الإسلام فلا تزال المفاوضات جارية من أجل عدم الخروج جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية والمسيطر على مدينة دوما نفى تصريحات صادرة عن هيئة الأركان الروسية قبولهم الانسحاب من الغوطة مؤكدا أن المفاوضات تجري على كيفية البقاء للانسحاب وفيما أظهرت تقارير أن قرابة الست فرق أسدية وقوات النخبة وميليشيات شيعية عراقية ولبنانية هي التي تشن الحملة على مدينتهم أكدت الفصائل قتل قرابة 1500 عنصر أسدي بينهم 132 ضابط لتخرج مظاهرات بمدن سورية عدة تظهر التضامن مع الغوطة ومهشريها كل هذا أيضا مرتبط بما يحدث في الغوطة لتمترس جيش الإسلام في الغوطة وعدم رغبته وعدم إرادته للخروج والحفاظ على الآمنين والمدنيين وكل تلك التحرشات لحرف النظر عن ما يحدث في الغوطة للأسد قوات الأسد ومدفعيتها ألقت قذائفها أيضا على الجنوب السوري فطالت كل من الغارية الشرقية والغربية وأحياء البلد بمدينة درعا وفيما طالت القذائف أيضا كل من الهبيط وعبدين والنقير بإدلب واللطامنة وكفرنبودة وزيتا والزكا بحما أعلنت فصائل للحر هناك انضمامها تحت لواء جيش موحد حمل اسم الجيش الوطني السوري وبينما تضاربت الأنباء حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا أكدت فرنسا أنها ستكيف تدخلا عسكريا لها هناك تدخل يهدف وبحسب التصريحات لمتابعة القضاء على تنظيم داعش لبرنامج اليوم الثامن علي تباب اسطنبول نرحب مجددا بضيفنا من القاهرة الوساد العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بيالأهرام المتخصص في الشؤون العربية وينضم إلينا من اسطنبول العميد روكن أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي عميد أحمد طبعا تضارب هذه الأنباء حول الاتفاق على الخروج هل برأيك المعارضة تمتلك أدوات لتضغط بها وتفرط شروطها مساء الخير تحياتي لك ولضيفك الكريم مساء الخير لكل أسادة المشاهدين يعني دعني أعاقب بنقطة واحدة حول التقرير اليوم بدأنا أو خرجت الدفعة الثامنة آخر دفعة من الغوطة الشرقية وبالتالي تصبح حرستة وجزء جنوبي من الغوطة الشرقية تحت سيطرة نظام الأسد وبالتالي سكان هذه المناطق وهم بحدود 200 إلى 250 ألف أصبحوا 40 ألف في إدلب ما بين مشرد ونازح أو على الطرقات لدينا حوالي 60 ألف موجودين في معتقلات النظام في محيطة في حرجلة والدريج وفي مخيم الوافدين بالإضافة إلى مدارس عذر العمالية وما تنبقى في مدينة الغوطة الشرقية يمارس عليهم القتل وجدنا منه منذ يومين تم أعداما ميدانيا في كفر بطنة لـ 23 شاب وخمس نساء بالإضافة إلى اعتقال 150 شاب وهذا الأمر يندرج على كل مدن الغوطة التي تم السيطرة عليها اليوم من قبل نظام الأسد وإيران وحزب الله بالعودة إلى سؤالك سيد الكريم نعم اليوم هناك مفاوضات في مدينة دومة هذه المفاوضات تتمركز حول مصير 170 إلى 200 ألف مواطن سوري موجودين في أكبر المدن داخل الغوطة الشرقية وهو مدينة دومة التي بقيت حتى الآن دون سيطرة عصابات إيران وحزب الله ونظام الأسد المحمية من قبل الطيران الروسي الذي أنزل على الغوطة الشرقية 7900 غارة جوية بالتعاون مع نظام الأسد خلال أقل من خمسة أسابيع اليوم جيش الإسلام يبحث عن طريق آمن يستطيع حماية به هؤلاء المدنيين الضغط الروسي يحاول تجريده من السلاح السقيل وإخراجه وهناك عدة مواقع تم فرضها لكن جيش الإسلام متمسك بمستقبل هؤلاء المدنيين هؤلاء لا يمكن نقلهم إلى أدلب 170 ألف إلى 200 ألف وبالتالي كارثة إنسانية تقتلع السكان من جزيرهم كما حصل في حرستة وباقي المناطق لدينا كارثة بشرية أيضا فيما لو دخل النظام إلى تلك المناطق وبالتالي جل ما يفعله اليوم جيش الإسلام الحصول على شروط أفضل تضمن من جهة دولية من الأمم المتحدة من دول عربية تستطيع أن تضمن مستقبل وحياتها ولأ المدنيين لكن ما يتم الترديده عبر أعلام النظام وأعلام روسيا من التوصل إلى اتفاقات أنا أعتقد أنها جميعها تأتي في إطار الحرب النفسية على المفاوضات التي لم تحسن بعد ضيفنا من القاهرة أستاذ العزب طبعا روسيا أصبحت هي من تضع شروط وتقود العمليات العسكرية وهذا ليس بجديد طبعا ولكن على الطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية تلمح إلى انسحاب كيف من الممكن أن يؤثر ذلك على مستقبل القضية بالتأكيد الانسحاب الأمريكي إن حدث سيشكل نوعا من خلل قدر من التواجر القائم في المعادلة السورية والوجود الأمريكي رغم أنه وجود محدود قياسا للوجود الروسي الذي يتسم بالشراسة والقوة والدخامة والتأثير أيضا لكنه إلى حد ما يشكل نوعا من التوازن مع هذا الوجود وعندما يفكر رئيس الأمريكي في الانسحاب من روسيا فهذا قرار في تقديره في هذا التوقيت بالذات قرار لا ينتوي على توجه صحيح وأنتفق تماما مع ما صرح به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع مجلة طايمة الأمريكية عندما طالب بيبقاء القوات الأمريكية على الأقل على مدى المتوسط حتى تكون قادرة على لجم التمدد الإيراني في سوريا وكما نعلم إيران وحلفاء ومن حزب الله وغيره من المنشاة الشعية القادمة من العراق ومن مناطق أسوية عديدة تشكل أرقاما مهمة في الأزمة السورية لصالح النظام ووهي إلى جانب روسيا ما وفر الإمكانيات الكبرى لدعمه وبقائه حتى هذه اللحظة ومن ثم أنا أظن أن الانسحاب الأمريكي سيكون عنصرا سلبية في الأزمة رغمنا شخصيا ضد وجود أي قوات أجنبية في سوريا نحن نريد أن تلقى سوريا عن كل لكن للأسف سوريا أصبحت الآن متخمة بالوجود الأجنبي تركيا من جانب في عفرين وغيرها وروسيا هي صاحبة القول الفصل عسكرية وسياسيا وإيران بميليشياتها موجودة فضل عن أمريكا التي ترغب في الانسحاب الآن إذن نحن أمام حالة ملتبسة في سوريا والغريب أو المدهش أن البعد العربي أو العامل العربي ما زال غائباً أو بالأحرى مغيباً إلا من بعد تحركات وأنا يعني بعد أنا متتكلم عن محاولات لتدخل مصري لإنهاء أزمة لإنهاء الأزمة أو لإنهاء مفاوضات دومة بحكم أن هناك تقارب بين جيش الإسلام بين أن مصر ضعبت دوراً في التواصل إلى إلى اتفاق خفضة للتصعيد في هذه المناطق وأيضاً هناك محاولات أردنية لكنها لأسف كلها محاولات ضئيلة بقارات إلى الوجود الإقليمي المتبثل في إيران وتركيا والدولي روسيا بكثافة وأمريكا ثم فرنسا وبرطانيا أيضاً بدرجة أقل كل هذه المحاولات تجعل أن الملف السوري أصبح مغيباً العرب وأنا كما ذكرت في إجابتي عن السؤال في الملف السابق أعتقد أن الملف السوري بمعطياته المختلفة والمتعددة والملتبسة والمعقدة ستكون أو ستشكل بنداً مهماً في مناقشات القادة العرب في قمة الرياض في متصف أبريل قادم وأظن من خلال متبعة لهذا الملف في الجامعة العربية أن هناك ستكون هناك تصورات عربية لمحاولة لعب دور عربي أكثر نجاعة وأكثر فعالية لمصلحة الشعب السوري وليس لمصلحة هذا الشخص أو هذا النظام أو تلك موضع ولكن لمصلحة الشعب السوري الذي هو وحده دفع الثمن من دمائه من بنيته التحتية من مرافقه من وجوده حتى بات أن أكثر من نصف الشعب السوري يمّا لاجئ في الخارج أو في دول دوار أو نازح شكرا لك ضيفنا من القاهرة الأستاذ الطيبة الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام أو المتخصص في الشؤون العربية شكرا لك شكرا لك شكرا لضيفنا من اسطنبول العميد ركن أحمد رحال المحلل العسكري والستراتيجي شكرا لك مشاهدين في الختام كلمة تقال لجنودنا وأبطالنا أنتم فخر الوطن والوطن يفخر بكم ويعتز بشجاعتكم وتضحياتكم حافظكم المولى وسدد الله رميكم أما أنتم يا أعداء بلاد المقدسات مهما أطلقتم من صواريخكم فلن تهنأوا بملامستها لأرض العروبة والإسلام ستبكون دما وألما وندما ما حييتم السعودية محمية برجالها بعد الله وستبقى الأراضي السعودية مطمئنة مستقرة وآمنة وسنردد دوما موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة